يوم الخميس الماضي كان فيه الندوة التفقفية اللي أكيد يعني أغلبنا طبعا 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 كانت الندوة التفقفية الرابعة والعشرين للقوات المسلحة ونظمتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة الحقيقة أنه عنوان الندوة كان مجابهة الإرهاب إرادة أمة الندوة طبعا حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي حضرها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المهند شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء فريق أول سيدقي صبحي قائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي فريق محمود حجازي رئيس أركان حرب قوات المسلحة قادة الأفرع الرئيسية وعدد كبير من قادة كبار قادة قوات المسلحة والشرطة وبعض القادة القدامة بالقوات المسلحة وعدد طبعا زي ما قلت من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة ومجموعة من الكتاب والصحفيين والإعناميين وعدد كمان من شباب الجامعات وطلبة الكلية العسكرية والحقيقة إنه هذه النادوة كانت بتتميز إنه من أول دقيقة لآخر دقيقة فيها كان الرئيس حريص جدا في كل كلمة بيوجهها إنه يوجهها للجيش والشرطة وإنه فكرة استتباب الأمن وفرض الأمن هي مسئولية الجيش والشرطة معنا وأيضا الوعي المجتمعي ووعي المواطن المصري اللي الحقيقة الرئيس اتكلم عنه كمان نادوة كان فيها مجموعة كبيرة من المشاهد المهمة قوي يمكن حربطها مع الحديثة على هجوم أكملة الشيخ زويد والرئيس السيسي الحقيقة أوجه الشكر لرجال القوات المسلحة من ضباط وصف وجنود اللي بيؤدوا مهامهم في كل أنحاء مصر وقال لهم أنا بشكر كل ضابط وجندي وصف ضابط بيقوم بمهمة في مصر وناس كتير هو قال لهم كده ناس كتير في مصر ما يعرفوش اللي انتو بتعملوه وأكد إنه الهجوم على كمان الشيخ زويد كان في شهر يونيو قبل الماضي كانت معركة فاصلة كان هذا الهجوم معركة فاصلة وكان هدفها من قبل الإرهابيين طبعا زي ما احنا عارفين إعلان ولاية سيناء الرئيس في جزئية دي تعهد إنه حنستمر في محاربة الإرهاب وقال إحنا مستمرون لغاية ما ننهي المسألة دي تماما إن شاء الله وأكد إنه أخبث وقدها وسيلة لتدمير الدول هي الإرهاب وإنه مهم جدا كمصريين إحنا نفهم إنه أخبث وقدها وسيلة لتدمير الدول هي الإرهاب وأشار في جملة هنا عبقرية الحقيقة يعني قال مين كان يقدر يعمل في سوريا وليبيا والعراق واليمن كده غير الإرهاب مين كان يقدر يوصلهم للي هم فيه النهاردة غير الإرهاب الرئيس اهتم بفكرة كمان مهمة أوي وفكرة إحنا كمان طول الوقت بنتكلم فيها التشكيك فكرة التشكيك اللي أصبحت للأسف مسيطرة على كتير جدا مننا يعني حتى في الهجوم اللي حصل على كتير من الأكمنة الموجودة في الشيخ زوائد في شبال سيناء في وقت واحد اللي هو يوليو قبل الماضي وكنا بنقول إنه كان الهدف منها كانوا حيموتوا الإرهابيين ويطلعوا ساعتها يعلنوا ولاية سيناء إعلان ولاية سيناء حتى ده فيه تشكيك حصل لما قواتنا الأمنية كان بتقول إنه حجم الخسائر عند الإرهابيين قد إيه حجم القتلى حجم التدمير الذي حدث في صفوف الإرهابيين كان فيه ناس من عندنا الحقيقة كان بتشكك في ده كان بتقولك لا 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 إحنا الجيش عندنا الدك إحنا عندنا قواتنا الأمنية معرفش إحنا عدد قتلانا أكتر عدد شهدائنا أكتر من عدد قتلاهم إحنا كذا إحنا كذا لا حقيقة إنه رئيس قال كلمة هي موجعة جدا قال ريحة قتلى الإرهابيين كانت صعبة جدا في هذه المعركة وهي معركة مستمرة بالمناسبة ومعركة حق الشهيد وكل هذه معاركنا ضد الإرهاب مزارة مستمرة حتى الآن حقيقة إنه ريحة دماء الإرهابيين صعبة صعبة لكنك أنت بتطهر أنت بتحمي حدودك بتحمي وطنك بتحمي بلدك ما فيش شك طبعا إنه مشاهد المؤثرة جدا في هذه الندوة كانت كلمات أم الشهيد النقيب محمد أحمد عبدو يعني الست دي كان لها الكلمات اللي قالتها هذه السيدة المصرية البطلة اللي روحنا كلنا الحقيقة بعد يعني بعد ما انتهت الندوة كلنا جرينا عليها وبسترسها وحضرناها يعني دعينا لها من قلوبنا بالصبر والسكينة والسلوان وهي صبرة الحقيقة ومحتسبة ابنها بإذن الله عريس في السماء قصة الشهيد النقيب محمد أحمد عبدو جاءت هي مش لوحدها دي قصة بطولة قصة شرف قصة معركة بيأخذها أبنائنا ضد الإرهاب دي كانت جاية وسط حكاية بيحكيها الرائد المقاتل كريم بدر أحد أبطال معركة كمأن الرفاعف اللي الشيخ زويد اللي روح شهدته حول هذا الحادث اللي راح ده حيوته عدد كبير من زملائه ضحية لهاب الغشم الرائد أحمد دي والدة الشهيد محمد أحمد عبدو نقيب محمد أحمد عبدو الرائد كريم بدر الرائد مقاتل كريم بدر يا جماعة هو فيه عظمة ايه أكتر يعني المقاتل الرائد كريم بدر واقف بيحكي هو طبعا فقط دراعه فقط دراعه في المعركة في نفس هذه المعركة وكان ليه كلمة شهيرة قوي هو بيقول لزميله لو حسيتوا إن أنا حبقى تقيل عليكم ادوني طلقة في دماغي موتوني بالرصاص عشان ما أعشف إيديهم وأنا كده وأنا متصاب وأنا كده وعشان ما بقاش تقيل على زميله عشان يعرفوا هم ما يكملوا هو ده طبعا البطل الرائد الرائد ده يا جماعة مش أبكانة الراجل ده أنا والله العظيم أقسم بالله إحنا كنا قاعدين رجال وسيدات أصواتنا بلعيات بتاعنا إيه ده إيه الجمال ده الراجل إيده دراعه اتبطر في المعركة أخذ أربي جي دراعه دراعه من هنا لهنا طار في المعركة مسك دراعه شاله حطه فوق المدرعة وكمل بإيده التانية اللي سليمة اللي فضلة وفضل مكمل والقاعد بتاعه طلب أنه هو يخلي قال له خلاص إخلي ارجع أنت أتصبت أنت فقدت دراعك قال له لا قال له لا ونكمل فيه عظمة إيه تاني أكتر من كده فيه جمال إيه أكتر من كده ده الواحد وشيء كفيل إن إحنا نبقى متطمنين إحنا خير أجناد الأرض دول صهرانين على حماية وحفظ هذا الوطن بإذن الله ليل ونهار فأصع بالظروف والناس دي مش عايزة منك شكرة كمواطن الناس دي مش عايزة منك حاجة غير إنك تدعي لهم وغير إنك أنت كمان تشتغل لأن انت شغلك بيكمل شغله لأن انت شغلك لما تشتغل بلا فساد لما تشتغل بضمير لما تشتغل بحب لهذا الوطن يبقى المجهود اللي الرائد مقاتل كريم بدر عمله ودراعه دراعه اللي طار وشاله وحطه على المدرعة وكمل قتال يبقى مجهوده ده ما راحش هضر يبقى حياة النقيب الشهيد بإذن الله محمد أحمد عبده وهو وكل شهدائنا حياتهم ما راحش هضر لما أنا شوف شغلي بضمير وحطه بتكتشوف شغلي بضمير والوزير يشوف شغله بضمير والمسؤول يشوف شغله بضمير وكل واحد فينا يشوف شغله بضمير يبقى الناس دي إحنا بنكمل شغلها مفيش حاجة منفصلة إحنا كلنا بنكمل بعض لكن كفاية بقى علينا التشكيك وكفاية علينا الصخرية والاستهزاء من كل حاجة وكفاية لما نقول إن إحنا أحسن من بلد تانية كتير نتريأ ونصخر ونعملها لبانة كده قاعدين بالتريأ والله كويس إن إحنا أحسن من العرق وسوريا على فكر حم بنقول كده برضو خبالك إنه ده وجع علينا إن إحنا نقول كده لإنه كل بلد عربي شقيق سيبك إن إحنا دلوقتي عندنا يعني مشاكل في العروبة وفيين العروبة أصلا وفيين وقفت الدول العربية مع بعضها سيبك سيبك من كل ده يعني لكن تتكلم على بلد وطن عربي شقيق بدأ جمعك به اللغة والعرق والحدود والدين والفكر والتاريخ والحضارة العراق لما تشوفها النهاردة كده ما بتحزنش سوريا لما تشوفها النهاردة كده ما بتحزنش الحبيب علي الجافري قبل بس معرض فيلم رائع الحقيقة عرضت قوات المسلحة حبيب علي الجافري مولانا وشيخنا الجميلة هاي انا اول مرة كنت تعرف يوم الندوة ان هو يمني انا فاكراها سعودي او يعني معرش ان هو يمني طلع كان بيقول كلمة وبيتكلم على بسالة قواتنا المسلحة وكيف انهم خيروا اجناد الارض وخيروا جند الارض ايضا قال كلمة ابكتنا عشان كده كنت بقول لحضراتكو يعني كان حالة الشجن في هذه الندوة التثقفية بين الحضور غير طبيعية واللي حضر غير